بسم الله الرحمن الرحيم في إطار التتبع اليومي للحالة الوبائية لمرض كوفيد-19 ببلادنا نوافقكم بالمعطيات التالية المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة وهي على النحو التالي أولا عدد الحالات الجديدة ما بين يوم أمس على الساعة السادسة إلى غاية هذه الساعة 104 حالة إيجابية ثانيا وصل العدد الإجمالي للحالات الإيجابية لكوفيد-19 إلى حد الساعة إلى 463 حالة تم إقصاء 1756 حالة بعد التتبت من سلبية نتيجتها فيما يخص التوزيع الترابي حسب الجهات فهو على الشكل التالي جهات الدار البيضاء 16133 حالة فاس مكناس 87 حالة الريباط سال القنيطيرة 83 حالة مراكوش آسفي 81 حالة طنجة تيطوان الحسيمة 32 حالة الجهات الشرقية 16 حالة سوس مسا 14 حالة بني ملال خنيفرة 10 حالات درعة تفيلالت 6 حالات قلميم ودنون حالة واحدة فيما يخص المستوى الترابي الإقليمي فتجدر الإشارة إلى أن 38 إقليم سجل إلى حد الآن على الأقل حالة واحدة والتوزيع الإقليمي هو على الشكل التالي في المرتبة الأولى نجد دار البيضاء ب130 حالة مراكوش 76 حالة مكناس 49 حالة الريباط ب40 حالة فاس ب28 حالة سالة ب14 حالة طنجة أصيلة 13 حالة تيطوان 13 القنيطيرة 12 صخيرات ثمارة 12 أقادير إدوتانان 9 حالات وجد أنقاد 9 حالات الخريبقة 7 حالات تازا 6 حالات بركان 4 حالات الراشدية 4 حالات خميسات 4 حالات ششاوة 3 حالات الفقه بن صالح 3 حالات إفران 3 حالات العرائش 3 حالات الصويرة جوج حالات إينزغان أي تملول جوج المديق الفنيدق جوج الحالات سطات جوج الحالات الحسيمة حالة واحدة شتوكا أي تباها جديدة الفحصة نجراء فيجيغ قلميم نادور سفرو سيديس ليمان توريرت تارودانت تينغير وزاقورا حالة واحدة لكل منهم كذلك نشير إلى أن إلى حد اليوم عدد الوفايات وصل إلى 26 حالة وبالمقابل تم شفاء 13 حالة والحمد لله تمثل الحالات المحلية المسجلة إلى حد الآن 59 من الحالات بينما الحالات الوافدة أو المستوردة تمثل 41% فيما يخص الحالة السريرية عند الاستشفاء فهي كالتالي 14% من الحالات الإيجابية هي لا تمثل أي عرض مرضي 71% هي حالات مرضية خفيفة 9% هي حالات حادة و 6% هي حالات تعد حريجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ises